السوشال ميديا ونوع المحتوي يقدموا المعلومات والأخبار في فيديو مدتها ديئة وبتكون معتمدة على مصادر طبعا موثوقة مش بس كده ده كمان عشان يوصلوا المعلومات الصحيحة للناس ويصححوا كمان الإشعاعات الكثير اللي بتنتشر بالضبط إزاي دفنا اللي بنوارنا النهاردة واللي قرر إنه يعمل فيديو قصيرة معتمدة على مصادر موثوقة منها جدا وهو عمر الحكيم صاحب بيج الكلام على إيه إزايك يا عمر؟ إزايك إيه الأخبار؟ عمل إيه؟ الحمد لله أول حاجة هبتديها معاك السؤال المعتاد إنه إنت ليه دخلت السوشيل ميديا؟ طيب هو سؤال جابته ممكن تطول يعني خد راحتك وعرفنا أنا أصلا ما كانش ليه علاقة بالسوشيل ميديا بس أنا بحب الميديا عامة من زمان يعني من 10-15 سنة وأنا بقعد أتفرج بقى على اليوتيوب شانيلز بره وبيعملوا إيه والكاميرات الخفية فأنا يعني حابب أخش المجال ده وشايف إنه مهم جدا إن الشخص يكون عنده بيج وبيكون عنده أوديونس وبيكلمه وبيوصل رسالة فكت حابة بخش عن طريق حاجة مشيت بقى أنا اتخرجت أصلا من الجامعة الأمريكية وتخرجت من ماركتنج واشتغلت في الأدوية ومشيت مجال بقى طويل جدا اشتغلت في كذا حاجة وخلصت في الآخر إن أنا جيت اتعرفت على واحد صاحبي اسمه عادي ردوان وعملنا مع بعض بلاتفورم اسمها كايرو تايم البلاتفورم دي كايرو كايرو تايم كايرو تايم اه هي دلوقتي الحمد لله واحدة من أنجح البلاتفورم في مصر وهي بتقدم محتوى فكرته إنه هو بيلخص المعلومة في ثلاثة أو أربعة دقيقية من ده أنا تعلمت كتير جدا في المدرسة بتاعت كايرو تايم اتعلمت كتير جدا وبعدين جيت يعني بعد فترة بقى أنا قرقت بقى راكاريو تايم وبدأت أفكر أنا عايز أعمل حاجة لنفسي ومن هنا جت الفكرة بتاعت الكلام علي لأنه لقيت إن الفترة اللي احنا فيها دي بقى فيه أخبار كتير جدا ناس كتيرة جدا بقى بتطلع كل واحد يمسك التليفون ويطلع يقول أنا رأيه كذا وشايف كذا وهيحصل كذا مظبوط فحبيت إن أنا أبقى واضح وإن أنا أجيب المحتوى اللي هو موسوك منه عندي ناس بتشتغل بنعمل ريسورش بندور على المعلومة بنجيب أساسها فين وبنجيب الحاجات اللي احنا متأكدين منها اللي مش متأكدين منه عادة بنستخدم كلام نوضح إن احنا دي معلومة مش متأكدين منها بس في الأغلب هو دا الاتجاه وبعدين بنقول المعلومة في دقيقة ودي كان الفكرة طب إنت ليه اخترت للمعلومات العامة يعني أنا عارفة إن انت لسه بتقول إنه بقى في معلومات كتيرة وكل حاجة بس في معلومات كتيرة في كل حاجة في الدنيا ليه مخترتش مثلاً حاجة عن الأدوية أو عن الماركتينج أنا بشتغل في دا بس أولاً الأدوية طبعاً صعبة جداً لأن الدواء أنا ماينفعش أطلع أقول معلومة لحد تأجيبه فينزل ياخد الدواء بنفسه أو يشتري بنفسه الدواء دا حاجة إكستريملي بروفشنل وحاجة يعني لازم الدكتور بنفسه هو اللي يكتب الرشدة فأنا ماقدرش أسوأ قوي أو أتكلم عن حاجة زي كده الماركتينج عمتاً هو تسويق فالتسويق أنا ممكن أسوأ نفسي يعني أنا ممكن أسوأ أي منتج فأنا بسوأ القناة بتاعتي دلوقتي فالماركتينج أنا كده كده بعتبر أن أنا جوه جزء من بالزبط لكن أن أنا أتكلم عن تفاصيله أنا ما حبيتش قوي لأنه دا حاجة تكنيكي جداً وحاجة أنا يعني بعتبرها شغلي أكتر ما هو حاجة أنا حابة بعرف الناس عن التكنيكاليتيز بتاع الماركتينج المعلومات أنا اخترت الاتجاه دا لأنه حسيت أنه هو زي ما قلتلك أنا حس أنه فعلاً فيه نقص في الماركت في الحتة دي فيه نقص في السوق أنه حد يبقى واضح والناس بتاثق فيه وعارفين أنه أنا الراجل دا هخش هعرف منه المعلومة وهبقى واثق أنه هيقولها لي بسرعة عشان أنا الناس دلوقتي بقيت طبع يعني بعتبر الناس دلوقتي مسك التليفون كأنه مسدس هو قاعد حطت صبعه على الشاشة كده لو حس اللحظة أن أنت مش بتفتي بتقول كلام مش صحة أو أي حاجة بيضربك طالقة يجيب اللي بعدك على طول صح فأنا بقيت حس أنه محتاج من أول ثانية يكون واضح وبقول الكلام زي ما هو وبقول الكلام اللي فعلاً اللي قدامي عايز يسمعه ويفهم منه المعلومة ويبقى خلص كده الفيديو في ديئة أو ديئة ونص طيب عمرو أنت عندك تيم أو فريق بيشتغل معاك ولا أنت بتشتغل لوحدك لحد دلوقتي احنا فريق من ثلاثة أنا ورايتر أو كاتبة ومعايا أديتر معايا إيمان العوضي هي الرايتر وهي كانت أصلاً في فريق كايرو تايم وأنا اقتنستها يعني الفريق وأقنعتها لأنها تيجي تشتغل معايا لأنها فيها ميزة رهيبة هي أصلاً كانت صحفية فطبعاً دايماً الحوار اللي داير بيني وبينها المعلومة دي مش أكيدة أنا ما درش أقول للمعلومة ستتي طيب طبعاً فدي بتفيدني جداً فكرة أنه هي بتجيب لي المعلومة من مصدر الموصوق منه 100 في 100 وعارف أي الفرق بين المصدر الموصوق منه والمصدر الموصوق مش موصوق منه وكده ومعايا طبعاً محمد الشهابي محمد الشهابي دا أديتر تعرفت عليه بطريقة زريفة جداً أنا أول ما ابتديت خالص كان عندي مثلاً تمانية فالور ولا حيك كده هو رح بعيت لي قال لي أنا معاك شوفت هتعمل إيه وإنا معاك فتواصلنا وبدأ بقى أبعث له الفيديو وقل له أنا عايزه بالشكل دا وبالطريقة دي وكده خدنا مثلاً أسبوعين ثلاثة وهو بقى دراعي لمن يعني أنا ببعث له الفيديو هو بيخلصه بيبعثه لي وشغالين بقى مع بعض كده ساعات أنا بقى أدت بنفسي لما بيبقى هو مشغول أو هو لسه للأسف طالب فبس هو داخل الموضوع دا بيحبه جداً وشاطر فيه جداً فأنا يعني ساعات بقى أدت بنفسي جبت جهاز كمبيوتر حطه عندي وبشتغل عليه لما الوقت بيزنق معنا احنا الاتنين لما فيه منتحانات ومذاكرة بالزبط حتى الكتابة ساعات إيمان بتبقى مشغولة جداً أو بيبقى موضوع أنا بقى دا موضوع أنا سبهولي أنا عارفة هتصرف فيه إزاي فبتشتغل عليه بالزبط طيب فيه أخبار كتيرة جداً بتحصل تقريباً يومياً بتختار إزاي الخبر اللي أنت هتتكلم عنه أوكي دا سؤال سؤال مهم وإجابته ممكن تبقى طيب دلوقتي زي ما انت قلت الأخبار بقت كتير والواحد بقى محتاج حتى يعني أنا فيه أخبار ببقى الخبر دا حس إنه خلاص كل الناس على ما بفتح بس كده بلاقي كل الناس كلمت عليه خصوصاً لو تحاول لترند بالزبط وبالذات الترند يعني أنا حتى ما بحاولش أخذ الترند قوي علشان بحس إنه خلاص أنت جبتوا المعلومة من ألف حد لو هتكلم على الترند بحاول أجيبه من زاوية مختلفة بحاول أقول فيه شوية رأيي بحاول أحاول أوصل المعلومة من اتجاه ممكن ما يكونش الناس فكرت فيه وده المجهود اللي احنا بنحطه وبنتعب فيه فكرة إنه أنا أقول المعلومة بشكل الناس تفكر فيها بطريقة جديدة كنت في الأول رايح في اتجاه إنه أنا لأ أنا هقول لكم كل الأخبار وهسحى الساعة 8 الصبح على بالليل أنا معاكم أي خبر هينزل بعد كده لقيت إنه لأ أنا أفضل إنه أنا روح في الاتجاه بتاعنا أنا هقول لك الخبر اللي أقولوا لك هيبقى مختلف وهيبقى بشكل وهيبقى خبر مهم جدا أنك تعرفه يعني زي ما بنتكلم على الزكاء الاصطناعي أنا شايف إن ده ده اتجاه مهم جدا الناس تفهم فيه أكتر مثلا النصب اللي ممكن يحصل عن طريق الزكاء الاصطناعي ممكن نتكلم على فلسطين طبعا دي قضية بالنسبة لي يعني مهمة طبعا مهمة جدا واتكلمنا فيها ومهما نتكلمنا فيها الموضوع بيبقى دايما لأ فيه أنجلز الناس ما تكلمتش عليها وفيه حاجات لسه الناس ما مفكرتش فيها فبس هو ده الموضوع بيجيلي من الحتة دي إن أنا ببقى الموضوع لازم يبقى بالنسبة لي أنا مهم الأول ولازم أبقى شايف إن أنا هقوله بشكل مختلف بتعمل إيه يعني بتجيب مصادرك إزاي ده واحد اثنين بياخدك وقت قد إيه بتقرأ إيه بتقعد قد إيه تقرأ كم كتاب أو كم معلومة أو كم يعني بتجيب المعلومة نفسها إزاي لأنه أكيد ما بيكونش رأيك هو بيبقى مصدر موثوق منه بتجيب منه معلومات صح؟ بالضبط أوكي فاشرح لي بقى بيحصل إزاي الأول بنختار الموضوع يعني أنا طبعا بصحة الصبح كلنا بنصحة الصبح بنشوف مواضيع يعني كل يوم بنلاقي مليون موضوع فيه أضايا كتير جدا وفيه حاجات كتير جدا والسوشال ميديا بتساعدني كمان إن أنا ساعات أول ما بصحة الصبح ببتدي ألاقي الناس كتيرة قوي يعني بدأت تفتح المواضيع الجديدة اللي حصلة النهاردة ببتدي أختار من الحاجات دي اللي أنا شايف إنه ده موضوع ممكن أنا أتكلم فيه بشكل مختلف أول ما لاقي موضوع كده حس إنه هنا الناس ما تكلمتش عن النقطة دي زاوية مختلفة بالضبط أوكي ببتدي بقى أكلم إيمان أنت فان يا إيمان يسحيلي كده ونبتدي مع بعض نحاول نشوف هنكتبه إزاي ببعت لها الموضوع هي تكتبه تبعته لي نراجعه ما تبقى من أصعب الحاجات إن إحنا نأثره بشكل إنه هو يتقل في دقيقة لأن ساعات بتبقى المعلومة أنا عايزة طول وأتكلم فيها كتير لكن أنا عايزة أأثرها إنها هتبقى في دقيقة فده دي بيبقى رايح إن المعلومة دي ممكن نشيل لخص دي تقلت كتير قوي ده ناس تكلمت عليها كتير وبعدين بنلاقي بقى الطوبيك في الآخر مكتوب الموضوع نفس المكتوب طيب عمرك في حياتك حطيت حاجة وحد جي صلحوالك من الأوجينس بتوعك أو من الناس اللي بتابعيك كل يوم كل يوم بيصلحو لك مش بيصلحوا حاجات ساعات بتبقى ساعات يعني لازم الناس حتصلح ودي مشكلة أنا أعتقد إنها من أكتر الحاجات اللي ممكن تأثر على أي حد طالع يعمل كونتنت على السوشيال ميديا إنه مثلا الفيديو ممكن يتشاف 7-8 مليون مرة ويجي لك مثلا ألفين كومنت وبعدين يجي لك مثلا عشرة كومنتات بيقول لك إنت بتقول معلومة غلط إنت راجل كده كده تمسك بقى أنت العشرة دول وتحس إن العالم بيمتهي لازم أشوف العشرة دول بيقولوا إيه وكده فالحمد لله أنا عشان إيمان بتشتغل بجدية في الحتة دي فييوجولي بتبقى المعلومة عبارة عن فهم خاطئ من اللي قدامي أو مني أنا بتبقى مثلا قلت لهجة غلط مثلا بقول اسم حد قلته بدل ما قوله حاجات زي كده لكن مجاش الحمد لله يعني ما بنتكلمش في أرقام غلط أو أماكن غلط أو أسامي حاجات غلط كده بس لهجة حاجات زي كده تشايف إن صورة انتشار الأخبار ده بيكون ميزة ولا عيب؟ يعني طبعا هو ممكن يكون ميزة وعيب الميزة إن هو الناس بتعرف بسرعة والناس بتبقى عندها المعلومة بسرعة بس العيب إن هي بتعمل بانيك رهيب وبتخلي ناس تتوتر وتقلق وساعات بيبقى الرياكشن مثلا مثلا لأيام دي احنا بنتكلم على العملة وسعر الدولار وتلاقي الناس على طول بتتخد وكده فلا مش حلوة أنا أحس إن زمان كانت المعلومة بتيجي من شخص موصوخ فيه وخلاص ودلوقتي بقى كتير قوي اللي بيقولهم معلومة وبسرعة جدا فالناس بتتخد بسرعة طيب أنا هتكلم مثلا بطريقة مبسطة أكتر لو أنا فتحت السوشيال ميديا وشفت خبر إزاي أنا كواحدة بس مسكل موبايل بتاعها تعرف الخبر ده صح ولا غلط أول حاجة الريسوش أنجين عندك جوجل وعندك مليون حاجة تقدر تدور على المعلومة بنفسك تاني حاجة مع الزمن اللي حديك لسه السؤال اللي قبله بنقول الناس بقت كتير قوي بتقول المعلومة فأنت بس لو مشيت 5-6 فيديوهات كمان هتلاقي 3-4 بيتكلموا في نفس الموضوع وكل واحد جايبه من زاوية مختلفة أنا شايف أن دور المشاهد دلوقتي أنه هو يصبر على ما يكون رأيه مش مع أول حد بيقولك المعلومة مش مع تاني بنا يعامل شير لكل حد يعرفه في كون بالزبط بالزبط بانت بتشوف الفيديو بتروح عامل شير وساعات الناس تعمل شير من نص الفيديو يعني هو خلاص في النص الفيديو بدأ حصل له لحالة القلق دي يروح بباعة الفيديو لحد كان واخد قرار في حاجة زي كده فأنا شايف أنه لا طبعا فكرة أنه أنت تصبر يعني ناس كتير قوي بتقول لي ما أنت اللي أنت بتعمله ده ألف واحد بيعمله إيه اللي دخلك؟ اللي دخلني أنه أنا مصدر تاني بيأكد المعلومة اللي قالها الأولاني وباللي بيقولها اللي بعدية فأحنا 3-4 بنقولك نفس المعلومة وتلاتة أربعة أنت واصخ فيهم اتطم إن المعلومة دي صح طيب المشكلة أن الزكاء الاصطناعي طبعا دخل في حياتنا بطريقة مرعبة يعني مثلا من كام يوم احنا شفنا رئيس الأمريكي بايدن وهم ملبسينه البدلة العسكرية وطلع إشاعة في ثانية إنه ده إعلان للحرب طيب إحنا إزاي نميز إحنا ما بقناش نعرف إيه الحقيقي من اللي مش حقيقي للأسف 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 دلوقتي الناس اللي زي أكتر ناس بتقلق لأنه الزكاء الاصطناعي بقى ممكن أخدك أنت شخصيا كده وأخليكي تقولي نفس البرنامج بنفس الساتب وخليكي تقولي لغة تانية كلام تاني أعمل اللي أنا عايزه طبعا فللأسف نعرف نميز إزاي في حل الموضوع ده ولا طبعا أنا مش مختص قوي بس ليها طبعا يعني ليها مختصين بإقداروا يمسكوا الفيديو ويحددوا بتاع لكن اللي أقدر أقوله هو التنبيه أنا دوري هو ده أنا لما بيطلع مثلا يعني أنا الفيديوهات الأخيرة مع أن ممكن ما يكونش ده بيجيبلي فيوز كتيرة زي فيديوهات تانية ومعلومات تانية لكن أنا بتكلم عن زكاية الاصطناعية فيديوهات كثيرة جدا على خطورتها وعلى خلي بالكم من إيه وبيحصل كوارث منها فأنا دوري دلوقتي هو التوعية لأن مش كل حاجة تتقلق تصغ فيها حتى لو أخوك يعني أنا رسه عامل فيديو من فترة عن واحد مهم جدا شخصية مهمة جدا في أمريكا تنصب عليه من ابنه اتصل بيه قال له أنا في حدسة ابعتلي حالة ومش عارف إيه وراح قفل السكة وادى له الأكاونت فالراجل رايح يحول الفلوس بالصدفة ابنه كلمه فده يعني دلوقتي احنا وصلنا أنه ابنه بيكلمه بصوته بكل حاجة لدرجة أن الناس بدأت تتفق مع بعض أن في كلمة سر أنا بيني وبينك عارفينها عشان لو شفتك بتقول حاجة أسألك الأول على كلمة سر أتأكد أن أنت حلوة الفكرة نستخدمها الموضوع بقى مرعب مرعب عمر شايف ايه أكتر الموضوعات أو الأخبار اللي بيهتم بيها الناس على السوشيال ميديا من الحاجات طبعا أنت بتقدمها طبعا أكتر حاجة الناس مهتمة بيها هي القضية الفلسطينية حاليا ودي حاجة مش بس هما المهتمين أنا كمان مهتم أنا بدور على الخبر قبل يوم ودي حاجة من الحاجات اللي الناس بتهتم بيها طبعا الحاجات الغريبة يعني قضية غريبة حصلت شخص بيعمل حاجة أنا أول فيديو يمكن من أوائل فيديو اللي عملتها عن واحد رجل بيلزق الكنز بتاعت البابسي على دماغه ويسيبها ما تقعش ويمسكها كده يرميها بجلده فعنده حاجة في جلده كده بتخلي الكنز دي تلزق في جلده فدي كت حاجة الناس مستغربوها يعني ايه واحد يلزق الكنز في جلده وكسب جيزة ويعمل فلوس من كلامنا فالفيديوهات الغريبة الحاجات القصص اللي الناس بتخد الناس دي بتبقى ساعات ترندي طيب عمر ازاي حد نفسه ان هو يدخل السوشال ميديا ويقدم محتوى وينجح او ينطلق من فين طبعا السوشال ميديا عالم مرعب بالنسبة لأي حد ما دخلش السوشال ميديا بيبقى دايما عنده حتة الثقة في النفس وان هو يعني هواجه الناس ازاي انا دلوقتي اصحابي هيتريقوا علي الحاجات دي كلها فأنا شايف انه ودي انا واجهتها شخصيا انا من عشر سنين وانا نفسي اعمل حاجة وكل ما اطلع قدامها الكاميرا اقول لا بلاش وارجع الورا وفكر في فكرة وعملت كونتنت على الالكترونيكس وعملت كونتنت على عملت برينامج زمان كان اسمه هو فيه كده وكنت بروح أماكن غريبة ووريها للناس وكده وكنت تصور وقادت وطلع الحلقة وبعدين أوريها الواحد صاحبي يقول لي إيه عم أنت مش عاف إيه أروح أقفل برنيمج وضرب الفكرة فأنا في اعتقادي أول حاجة هي أنك تبقى عارف أن السوشال ميديا دي عالم مفتوح وممكن تخش تعمل اللي أنت عايزه فيه وممكن تعمل أي كونتنت أنت نفسك فيه بس كل الفكرة مبنية على أنك تصمم على اللي أنت عايز تعمله أنت تخش تحط الكونتنت وتعمله أنا لما جيت أعمل الكلام على إيه كان عندي كل الحاجات اللي ممكن تخليني أعملوا شريكي إحنا أصلا عاملين شركة سوشال ميديا وعندنا برامج وقدر أصور وقدر أعمل كل حاجة وبرضه مش قادر يعني شوف وصلت لكل حاجة وبرضه مش عايز أخش على السوشال ميديا لغاية لما هو قال لي بص أنت حتصور أقف قدام الكاميرا ورح ماسك وزبط لي الدنيا أدى لك البوش بقى زي والدني البوش مفيش أسبوعين بقى يكلمني يقول لي كنت ببعت له طبعا كل حاجة وسأله في كل حاجة في الأول وكده أنا هو شاطر قوي ومخرج شاطر جدا وكل حاجة فكنت بسأله في كل حاجة أسبوعين ما بقيتش ببعت له أي حاجة بقيت أنا من نفسي بجرب حاجات جديدة وبقيت هو زيعل نفسه حتى قال لي أنت عام أول معرفة طريقك نحط انطلقت ففعلا أنا مقتنع أن أنت لو انطلقت مش هتوقف بس انطلق وما تخافش وجرب وأي كنتنت جاء على بالك حتى لو شفت عشرين واحد عاملوا قبل كده اعملوا برضو أنا اللي أنا بعمله مش جديد فكرة المعلومة وأن أنا أطلع أتكلم مع الناس وقول لهم معلومة ناس كتير قوي بتعملوا ويمكن أنا واحدة من الناس اللي بحبها جدا مثلا واحدة زي فرح الكردي في مصر عملت ده من زمان وانطلقت انطلاقها قوية جدا وكنت حس أنه خلاص بقى هيعملت ده هنكرره تاني ليه لكن لما عملناه وطلع خد جمهوره وراح في حتته ونجح الحمد لله بالشكل بتاعه فمش شايف ان فيه أي حد ممكن يقول انه أنا خلاص بقى رحت علي هي الجرأة والثقة في النفس واطلع ملكش دعوة هتنجح ان شاء الله ان شاء الله عمر الحكيم صاحب بيج الكلام على إيه بشكرك جدا على وجودك معي النهاردة تانكيو وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة ونشوفكم الأسبوع الجاي في نفس المعادة ان شاء الله باي باي اشتركوا في القناة